بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركة углегمين، شاميب والسانو انه الهارده نبدأ فيه الدرس التاني يتكلم عن التكوينات الجيولوجية وتشكيل سطح مصر الدرسين وبعدel ما نبدأ فيه العوامل او الفترة الزمنية نتكلم يعني ايه علم جيولوجيا عندي تعريف عندي تعريف تعريف القديم كلمة يونانية معناها علم الأرض لأن تقسيمة كلمة جيولوجي كلمة جيو معناها أرضولوجيا معناها علم أما التعريف الحديث اللي بيعتمد على الأسلوب العلمية الحديثة هو علم يهتم بدراسة ثلاث حاجات متعلقين بالأرض يهتم بدراسة نشأة الأرض وصخور الأرض والتطور الجيولوجي للأرض علم يهتم بدراسة نشأة الأرض تطور الأرض وصخور الأرض علم الجيولوجيا حديثاً ينقسم إلى فروع كتير جداً من ضمن الفروع ده علم الحفريات وعلم الطبقات الصخري حفريات وطبقات صخري طب أول معلومة عندنا في الدرس النهارة بتكلم يعني إيه مفهوم جيولوجيا عندي مفهومين تعريف قديم كلمة يونينية معناها علم الأرض وتعريف جديد علم يهتم بدراسة ثلاث حاجات متعلقين بالأرض نشأتها الجيولوجيا تطورها الجيولوجيا وصخور الأرض من الناحية الجيولوجيا المعلومة الثانية عندنا بتقول من خلال الدراسة الجيولوجية للأرض المصرية نتوقع أن مصر تنتمي لكتلة قرية قديمة اسمها الكتلة العربية النوبية مصر تنتمي قديمة لما يسمى الكتلة العربية النوبية يطرح حصل الله إيه الكتلة دي؟ حصل الله عملية تصدع الحركات اللي بتؤثر في الأرض حركات كتيرة جداً من ضمنها اللي احنا نعرفها قبل كده زلازل وبركين بس هل في حاجات أقوى من زلازل وبركين؟ أو في حاجة اسمها تصدع التصدع ده معنى انكسار معنى انكسار والانكسار بيكون ناشئ عن قوة ضغطة رأسية قادمة من باطن الأرض أو ما يسمى طبقة الوشاح الأرضي حصل إيه للكتلة العربية النوبية؟ حصل لها تصدع تبقى يحتاجين أن نعرف نتيجة التصدع إيه رقم واحد تكوين أخدود البحر الأحمر رقم اثنين انفصال مصر عن الجزيرة العربية تبقى جيولوجيا إحنا اسمنا إيه؟ اسمنا كتلة عربية نوبية كتلتنا حصل لها إيه؟ حصل لها تصدع التصدع أدى إلى إيه؟ أدى إلى انفصالنا عن الجزيرة العربية وقادر تكوين البحر الأحمر دي بالنسبة لتاني معلومة عندنا النهاردة بداية الدرس بتاعنا هنتكلم عن جيولوجية الدولة المصرية جيولوجية هنا أنا بتكلم عن أزمنة بس مش أزمنة تاريخية أنا بتكلم عن أزمنة جيولوجية ودي تقدر بملايين السنين التي عادت على الأرض أرضنا المصرية بنيت في خمس فترات زمنية مختلفة أركي أول تاني تالت رابع الأول والتاني والتالت والرابع واخدين أرقام لأن هذه الأزمنة تسمى بالأزمنة الجيولوجية المعلومة أما الزمن الأركي لم ياخد مخدشة ترتيب حسابي بالنسبة لأزمنة لأن الزمن ده يصنف جيولوجيا بأنه زمن غير معلوم لأن علماء الجيولوجية أسموا الأزمنة إلى فترتين أزمنة غير معلومة وأزمنة معلومة الأزمنة الغير معلومة اسم الزمن الأركي والمعلومة أول تاني تالت رابع هنتعرف على كل زمن محتاج أن نعرف مساحة كل زمن قد إيه صخور الزمن ده نوعها إيه وأهميتها إيه وموجود فيه في الدولة المصرية أول زمن نبدأ مع بعض تكوينات الزمن الأركي تكوينات الزمن الأركي الزمن الأركي أقدم الأزمنة الجيولوجية أو ما يسمى صفر الأزمنة الجيولوجية الزمن ده بيغطي 10% من مساحة الدولة المصرية الزمن ده صخوره نارية صلبة نوع الصخور الزمن الأركي نارية صلبة من أمثلة الصخور النارية الصلبة في مصر الجرانيت والبازلت والنيس والشست صخر الشست تذكر عندي في منهج التاريخ في ما يسمى صلاية الملك نعارمر يعني معنى الكلام أن الدولة الفرعونية في الماضي كانت ملمة وعلى معرفة جادة جدا بعلم الجيولوجيا والدليل أنهم يعرفوا أنواع الصخور ويعرفوا استخدامات كل صخور من صخور ده طيب استخدامات صخور الزمن الأركي في إيه تستخدم في حاجات كتير جدا يستخرج من هذه الصخور معادن زي الدهب والحديد ويستخرج منها مواد بناء زي الرخام والجرانيت طيب أين توجد تكونات الزمن الأركي في مصر موجودة فيه؟ جنوب سينة جبل البحر الأحمر الجندل الأول وخانب كلبشة في أسوان وعندي جبل العويناء طيب أول الأزمنة الجيولوجية اسمه صفر الأزمنة الجيولوجية الزمن الأركي بغطى 10% صخور نارية صلبة أهميتها معادن مواد بناء توزيعها الجورا في جنوب سينة بحر أحمر جندل أول جبل عويناء تاني أزمنة الجيولوجية وأقلها انتشارا الزمن الأول الزمن الأول بيغطي 1% من مصر وده أقل الأزمنة مساحة لدولة مصرية ينقسم الزمن الأول إلى فترات زمنية مختلفة كل زمن بينتهي بمقطع ياء زمن الكامبري، أردوفيشي، سيلوري، ديفوني، كاربوني، برمين اللي احنا قسمناها دي يا شباب مش أزمنة دي عصور إذن أيهم أكبر الزمن الجيولوجي ولا العصر الزمن فترة زمنية كبيرة بنقسم الفترات أقل تسمى عصور جيولوجية زي ما اتفقنا وقلنا الزمن الأول بيغطي 1% من الدولة المصرية تكونات الزمن الأول حجر رملي حجر رملي أما توزيع الجغرافي موجود في أكثر من منطقة بس أنا بركز على منطقتين بس ودي عربة في الصحراء الشرقية وحول جبل العوينات وغرب وسط سيناء بركز على رقم واحد ورقم ثلاثة ودي عربة وحول جبل العوينات ثالث الأزمنة الجيولوجية عندي اسم الزمن التاني زمن تاني والزمن التاني عندنا ينقسم لثلاث عصور بتنتهي بالمقطع سي تيريا سي جورا سي كريتاسي تيريا سي جورا سي كريتاسي الزمن التاني هو أكبر الأزمنة مساحية في مصر تغطي مساحته 42% من مساحة الدولة المصرية تكونات الزمن التاني عبارة عن واحد حجر رملي نوبي وده مهم جدا لأنه بيخزن المياه الجوفية في داخله وعندي سخور طباشرية تحتوي على معدن الفوسفات وعندي رواسب فحمة موجودة في جبل المغارة طبق صخور الزمن التالي حجر رملي نوبي سخور طباشرية رواسب فحم حجر رملي نوبي سخور طباشرية رواسب فحم أين توجد تكونات الزمن التاني موجودة في واحد جنوب الصحراء الشرقية والغربية اتنين هضبة الجلف الكبير والعبابدة تلاتة منخفض الوحات البحرية وأجزاء من منخفض الفرافرة أربعة مساحات كبيرة من هضبة العجم والتية وسط سيناء دي تكونات الزمن مع بعض على الزمن التالي رقم تلاتة الزمن التالي كل العصور بتاعته بتنتاب المقطع سين لو احنا مركزين كل العصور بتنتاب المقطع سين تكونات الزمن التالت بتسيطر على 33% من الدولة المصرية سخور الزمن التالت سخور الزمن التالت حجر جيري بيستخدم في مواد البناء تكونات الزمن التالت موجود فيها مصايد البترول وتكونات الجبس أين توجد؟ موجودة في الهضبة الوسطى ومارمريكا في الصحراء هضبة الوسطى في الصحراء الشرق الغربية وموجودة عندي في هضبة المعازة في الصحراء الشرقية وموجودة عندي في أجزاء من هضبة التية والعجمة وسط سينة وموجودة على سواحل خليج العقبة وسواحل خليج السويس آخر أزمنتنا الجيولوجية عندي تكونات الزمن الرابع وهم عصري الاثنين بس بلايستوسين وهولوسين بلايستوسين المساحة 14% من مساحة مصر ودي بتتكون من رواسب رواسب إيه؟ رواسب رملية طينية جيرية شعاب مرجانية الرواسب رملية موجودة في الصحراء الغربية الشمالسينة الطينية موجودة وادي ديل تفايوم الجيرية ساحل شمالي شواطئ مرجانية موجودة في البحر الأحمر دي بالنسبة لتكونات الزمن الرابع طبع الزمن الرابع مفهوش صخور في رواسب طب يعني ايه رواسب؟ الصخور لما بيحصلها عملية تفكك بتتفكك إلى أجزاء صغيرة تسمى رواسب طب التفكك ده بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب عملية جيولوجية عملية اسمها تعريه وعملية اسمها تجوية تجوية والتعريه مع بعض بيشتركوا في تفكيك الصخور الصلبة إلى عملاقة إلى جزئيات صغيرة تسمى رواسب الرواسب أربع أنواع رملية طينية جيرية شواطئ مرجانية دي بالنسبة للفترة الزمنية اللي تبنت فيها أرضنا المصرية عندي خمس فترات زمن وحيد غير معلوم اسمه الزمن الأركي وأربع فترات زمنية معلومة أول تاني تالت رابع نيجي على جزء تاري في الدرس اللي بيتكلم عن عوامل تشكيل الأرض المصرية عندي عوامل التشكيل شباب نوعين باطنية خارجية الباطنية عبارة عن ثلاث حركات قادمة من بطن الأرض بتبدأ بيه التصدع والالتواء وحاجة اسمها السورات البركانية أو التداخلات البركانية وفي عندي عوامل خارجية اللي خدناها قبل كده في السينين اللي فاتت في المرحلة الاعدادية حاجة اسمها التعريه والتعريه هي عمليات النحت والنقل والإرساب بتقوم بيها التعريه المائية أو التعريه الهوائي أنا كل اللي محتاجه في الجزئية دي تأثير كل عامل من الأعملة دي عن بناء أرضنا المصرية يعني مثلا لما ليجي نتنقش في أول جزئية التصدع ما نتائج التصدع كعملية بطنية أدت إلى قلناها في أول الحصة أن نتج عنها تكوين البحر الأحمر وانفصال مصر عن الجزيرة العربية وكلام ده كان في الزمن الثالث عصر الأوليجوسين بسبب حركات ضغط رأسية الحركات الثانية اسمها تدخلات بركانية ودي أقل حاجة مؤثر في أرضنا تأثير التدخلات البركنية تكوين جبل قطراني تدخلات البركنية تأثيرها يتمثل في تكوين جبل قطراني شمال الفيوم برضو ناخد بالنا أن البراكين بتكون مصاحبة لحركات التصدع الحاجة الثالثة عندنا يا شباب الإلتوقات والإلتوقات نتيجة حركات ضغط جانبية قادمة من الشمال الشرقي بينتج عنها قباب الرد مرتفع على شكل قبة زي قبو الحلال والمغارة في شمال سينة قبو الجلال البحرية والجلال القبلية في الصحراء الشرقية وعندي قبو منخفض الواحات البحرية الذي تحول إلى منخفض الواحات البحرية أما بالنسبة للتعرية فالتعرية المائية مثلا بتنقسم إلى ثلاث أنواع نهرية، بحرية، جوفية التعرية النهرية هتعمل إيه؟ هتعمل دلتا نهر وسهول فائدية دلتا نهر وسهول فائدية تعرية البحرية هينتج عنها أشكال كتيرة زي ينتج عنها واحد رؤوس أرضية اتنين خلجان تلاتة شروم أربعة شواطئ رملية الفكرة كلها سواء كانت نهرية أو بحرية نحت نقل إرساب آخر نوع تعرية مائية تعرية بفعل المياه الجوفية ودي بينتج عنها تكوين كهوف آخر جزء عندنا في الدرس التعرية بفعل الرياح وهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن حفر منخفضات مصر وتكوين ما يتم الكسبان الرملية الرياح المسؤولة عن هذا الأمر الرياح الشمالية التجارية والكلام ده كان في فترة الجفاف اللي تعرضت لها أرضنا المصرية في الزمن الجيولوجي الرابع بكده يكون خلصنا الدرس التاني في الوحدة الأولى اللي بيناقش التكونات الجيولوجية وعوامل تشكيل سطح مصر